للحديث أكثر عن الاحتجاجات المستمرة منذ أربعة أيام على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة والأبعاد السياسية التي اتخذتها هذه الاحتجاجات بحسب بعض المحللين ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن عضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد دكتور حامد مرحبا بكم يعني تقرير الطبيب الشرعي واضح جدا بأنه قتل خنقا لكن دكتور حوادث الشرطة الموجهة ضد الأمريكيين من أصول إفريقية كثيرة لماذا هذه المرة كل هذا الغضب وكل هذا العنف في ردة الفعل؟ ما السبب في ذلك دكتور؟ لا شك أن القو العام في أمريكا حاليا متوتر بسبب الجائحة جائحة كورونا والعدد الرهيب الذي قتل أو توفى الله بسبب هذا المرض أو بسبب هذا الوباء فوق المئة ألف أمريكي إلى جانب الضيق العصبي عند كل إنسان يعيش في العالم الآن لكن طبعا في أمريكا أكثر لأن أمريكا بلد متعودة على الحرية والتحرك وكذا فالناس ضائقين بهذا إلى جانب نكسة اقتصادية شديدة بحيث أن فيه أكثر من 30 مليون واحد أصبحوا عاطلين عن العمل ومشاكل اقتصادية كثيرة هذا كله طبعا في عقل كل أمريكي لكن جاء إلى ترامب بكارثة لأنه بالنسبة له لا شك أن الاقتصاد في الثلاث سنوات الماضية ثلاث سنوات حكمه كان منتعش جدا وكانت هذه ورقة رابحة كان بمنتال وساطة يعني يستطيع أن يستعملها في الانتخابات القديمة وجاء القدر بكورونا هو طبعا إنسان ليس يعني إنسان متهور أحمق وغاضب غاضب جدا طيب دكتور نعم على ذكر التهور والغضب التي وصفتم بها ترامب ترامب قال بشأن ما حدث أنه ليس تظاهرات سلمية وإنما إرهاب وفوضى ووصف المتظاهرين بأنهم مجرد لصوص كيف استقبل الشارع الأمريكي هذا التصريح؟ يعني كل من عنده عقل يعرف أن هذا الرجل إلا طبعا أعوانه إلا يصوات له اللي هو اليمين المتطرف المسيحي دولا طبعا بيأخذوه بعلاته ويوفق عليه لكن أغلب الشعب الأمريكي بينظر إلى هذا الحقيقة باحتقار كمان وازدراء إن هذا لا يصح لأنه حتى الآن تكلم كثيرا ولم يذكر السبب الرئيسي السبب الرئيسي هو إن الثقافة الأمريكية والعقلية الأمريكية القديمة ليست في الشباب القديمة فيها عنصرية شديدة جدا وازدراء للجنس الأفريقي بالذات لكن طبعا بكل الأجانب هذا مربط الفرص لم يتكلم عنه ولم يحاول أن يتخلص منه أو يعالجه دكتور حامد بالأمس زار ترامب كنيسة مجاورة للبيت الأبيض ورفع الإنجيل ما هي الرسالة التي كان يريد أن يرسلها ترامب من هذه الزيارة وهذا التصرف والله هذا التصرف تعيس وفي صباح اليوم تكلمت القسيسة الرعية لهذه الكنيسة وكانت بتكلم الحياة باستياء شديد قالت إن هذه الزيارة لكنيستي لم يسمح لها لم يتصل به أحد ولم يطلب البيت الأبيض أي إذن قبل أن يأتي إلى أرضنا لأنها أرضها يعني هذه هي المسؤولة وكانت غاضبة لأنها قالت إن حتى رسالته وكلامه كان ليس توافقي وليس يعني محاولة لجذب كل الأمريكيين ومحاولة تضميد الجروح بل كان رسالة الحقيقة نظر نقول إنها عنصرية لأن أولا أمريكا ليست مسيحيين فقط أمريكا فيها يهود وفيها مسلمين وفيها بوذيين وفيها يمدوس وفيها ملحدين وهي دولة علمانية لأي حق هذا الرجل يجيء ليرفع كتاب مقدس واحد هذا طبعا يصير المشاعر أكتر يعني لدرجة أن القسيسة نفسها قالت إن هذا تم بدون علمنا ولا إذننا فطبعا أهانته بهذا الكثير وإلى جانب أنه هو رجل يعني بيحاول بقدر الإمكان أنه يدغضغ مشاعر من تبعوه لأنه يعلم أن الجميع غير هذا لن يحترم ولن يعني لن يصوت له طيب هو ينقذ ما يمكن إقراضه طيب دكتور لو تحدثنا عن مستقبل ترامب السياسي إذا ما أراد التجديد لولاية ثانية هناك من يرى أن موضوع اقتراب الانتخابات ربما دفع البعض إلى تأجيج وتهويل الموقف ضد ترامب ما مدى استفادة الديمقراطيين مما يحدث الآن في الولايات المتحدة لا الحقيقة يعني قيادة مثلا الديمقراطية سواء المتحدثة باسم المجلس النواب أو مرشح الرئاسي جون بايدن هم متصورين يعرفوا المسئولية فلا يحاولوا أنهم يضعوا جاز على الحريق أمريكا حاليا في أكثر من 25 مدينة كبرى تعتبر مرتهبة فهم يعرفوا المسئولية ليس هذا الوقت الوقت الآن هو لمحاولة تخفيف الأمور على الجالية السوداء لأنهم فعلا ظلموا والطهدوا وبطريقة منظمة يعني نرى قتل بعد قتل بعد قتل فمعنى هذا أن المنظومة فاسدة ويجب أن نناقش كيف نصبح الشرطة على مستوى المحليات وعلى مستوى الولايات وعلى مستوى الحكم الفدراني عبر سكايد من واشنطن عضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد شكرا جزيلا لكم شكرا لكم